الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على أشرف المرسلين محمد بن عبد الله وعلى آله وصاحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فنحن مع حديث سن عائشة رضي الله عنه عندما تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم تقول عائشة تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا بنت ست سنين ودخل بي وأنا بنت تسع سنين ومات وأنا بنت ثمان عشرة سنة هذا الحديث رواه عبد الله بن مسعود وعن عبد الله بن مسعود ابنه أبو عبيدة أبو عبيدة لم يدرك أباه فلذلك هنا يكون انقطاع أما سيدتنا عائشة رضي الله عنها فقد روى عنها ستة أبو سلمة بن عبد الرحمن الأسود يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب عروة بن الزبير بن أبي مليكة القاسم بن محمد القاسم بن محمد بن أخت ابن أخيها محمد بن أبي بك عروة بن أختها أسماء وأبو سلمة أبوه عبد الرحمن بن عوف والأسود من كبار العراقيين الآن عندنا عروة رواه عنه الزهري وهشام ابنه وأبو الزناد إذن عندنا عروة روا عنه ثلاثة الآن هشام ابن عروة عن خالته عائشة رضي الله عنها روى عنه هشام ثمانية عشر رجولاً سفيان الثوري حماد بن سلمة عبد الرحمن بن مهدي حماد بن زيد حماد بن أسامة عبد الرحمن بن أبي الزينات وهيب بن خالد عبد بن سليمان اسماعيل بن زكريا عبد الله بن محمد بن يحيى بن عروة معمر بن راشد عبد الله بن معاوية وكيع أبو معاوية سفيان بن عيينة يونس بن بكير عبد الملك بن عمي وعلي بن مسهر بعض من تدخل في الصناعة الحديثية طعن فيه هشام أنه روى بعض الأحاديث عند أهل العراق فدلس فيها نقول له عندنا جبال لاحظ سفيان الثوري حماد بن سلم عبد الرحمن مهدي حماد بن زيد حماد بن أسامة عبد بن سليمان عندنا عبد الله بن معاوية وكيع أبو معاوية كلهم من أهل العراق من أهل الضبط والإتقان ومع ذلك عندنا سفيان بن عيينة حجازي وعندنا علي بن مسهر شامي إذن وعندنا يونس بن بكير مصري وعندنا وهيب مدني وعندنا عبد الرحمن بن أبي زيناد مدني إذن القصة كلها على الصناعة الحديثية هو حديث متواتر عن هشام أيضا متقن عن سيدتني عائشة رواه عنها ستة فالحديث بفضل الله صحيح لا مطحن فيه والله آلم